بانتظار قوت يومهم يترقب العمال في البصرة بحرقة في يوم يفترض أنه مخصص للاحتفاء بهم وتكريمهم يمر يوم الأول من أيار في العراق كغيره من الأيام قاسيا على الطبقة العاملة والتي تقاوم شبح البطالة الذي بات يهدد ثلثة المجتمع العراقي لا يوجد غانون يحفظ العامل والعمل واقف يعني إحنا ما ننتهي بالعيد ما ننتهي بالعيد الناس عندنا عوائل وعلى باب الله صح هو هذا العيد يعني بالسنة حسنة يجي بس نحن ناس يعني ناني شوية كانية ما أكو 14-26 أراجع والحد الآن أراجع باشر عقبه باشر عقبه خير شنوه فوق أمزاتي فوق هاي تكييري قطعه ورويتنا سؤال يثير أسئلة أخرى حول البرامج الحكومية لتشغيل العاطلين عن العمل حيث لا قوانين أو ضمان اجتماعي يغطي الاحتياجات المتزايدة لمواجهة التضخم الحاصل الرعاية العيدية ما للرعاية وما الطوهة الاستناد عود زيادة للرعاية 420 وماكو والعالم لاكو شغل لاكو فرشي لاكو مصدر مثل الرزق هنا هو عيد يا شيء ذا يروح للبيت إلقاء الصفر يعني الحال نتمني اليوم رئيس الوزراء الجديد شاع السودان وغيرها يبقى على هاي الشباب مطالبات تعكس اتساع الفوارق الطبقية في العراق منذ عام 2003 حيث تتكدس الثروة بسبب الفساد بيد الطبقة السياسية والمحسوبين عليها بينما فشلت الحكومات المتعاقبة بإحداث أي تغيير في المجتمع لتخفيض النسب للفقر والبطالة في بلاد تملك ما تملكه من ثروات لا تحصى ترجمة نانسي قنقر